الشخصية التاكسك الشخصية المؤذية الشخصية اللي ممكن يدمر حياتي سنين عمري تروح وشبابي وكل حاجة وفي الآخر وكان حد اقلك بتعملي كده قصة انت بصراح حبتي زيادة لا لا انت اللي وخاتي عليك لا انت السبب انت السبب في كل المشاكل بتحصلك دي عشان انت اللي كنت بتدي طول الوقت ومش مستنى منه اي حاجة انت اللي دلعت حبتين زيادة انت انت السبب انت اللي بقفتي جنبه وديتله فلوس انت اللي عملتله المشروع انت اللي خلتيه ينزل ويهتم بجسمه وشكله ويروح الجم فطبعا نحلوه عليكي انت السبب اللي خلتيه وصق في نفسه زيادة تحس الست بتتعاقب عشان حبت بجد من قلبها انت السبب انت السبب قبل ما نروح ليه انا ببقى السبب مفاتيح الشخصية التاكسك خلي بالاكم معاملين زي مصصين الدماغ عارفين الافلام الاجنبية كلهم يوم طريقة يعني يدخل الاول شيء للدماغ وهي يشيل الدراع فهما اليوم كده والله خطوات كده سبتة هيعتبر نقدر نفهم ان ده شخصية تاكسك ليه لان احنا عادة وانا برتبط بشخص لازم ابتدي قبل ما اقرر ان ده يكون شريك حياتي لازم افهم انا ليه خطرته لكن عادة احنا في العلاقات بالله اللي بيحصل حبيته ليه خطرته ده انا حبيته على طوب ده ابنتي بتتدب على طوب ده حبيته ومعرفش ليه بس حبيته هو حبك على ايه معرفش طب انتو خطرته بعض ليه قررت ليه لاني ده يبقى يشريك حياتك لما بنسألهم لا اصلا يعني لقيته كده فيه شبه من حده كنت عارفاه اصلي بصة اصلي عارف يدخل ازاي اصلي عارف يتعامل معايا لو تكة كده معينة ابن لازينة بيعرف يجبني منها على طول فتلاقاهم بيتكلموا حاجات تحس ان هي متعلقة بالخالي العلي اه بإشارات عندهم او فيها حاجة محتاجة ان الدنيا الشخص شوية يبقى احتاج يكون مركز لان ده قرار هيتبين عليه مصير حياتك كلها وبعد شوية هيتلام هيتقال له انت وانت 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 وساعتها بيكون محبط اكتر وده بيخليه عرض للإصابة بالاكتئاب والمغطلبات النفسية اكتر ايو ما هو انت عشرة انت السبب في الاخر حتى ما عندهش القدرة ان يفرق عن مشاعره او يتكلم عن احتياجه وعشان كده افضل طريقة لما بنيجي نتعامل معهم لازم افهم الاول هو جايل ليه يعني انت جاي عشان تنفس تطلع شوية المشاعر والاحباط اللي عندك وبعد كام كامل في العلاقة ولا انت جاي فعلا عشان قررت انك هتغير فعايزنا ساعدك في التغيير اي ولا انت جاي علشان عندك مشاكل مع الناس اللي حولك في حياتك فانت جاي بس ان ناخد من الصدوق اللي انا عايزه معظم البنات بيجوا ليه يعني بيجوا يروحوا يتعالجوا نفسيا او عايزين ياخدوا قرار لان هي بتبقى تهانت معظم البنات والستات اللي بتروح تاخد قرار ان انا لازم اخرج من العلاقة دي هي مابتاخدوش في بداية العلاقة او في بداية الازى احنا بناخد القرار ده غير بعد ما تداس على وشنا